مجازر مرورية تخطف أرواح الجزائريين يومياً أرغم كل الحملة التوعوية ومساع السلطات لوضع خد لإرهاب الطرقات عبر إطار قانوني من خلال استراتيجية وطنية للأمن والسلامة عبر الطرقات في انتظار مناقشة ومصادقة مشروع قانون تنظيم حركة المرور عبر الطرق في البرلمان تطور رهيباً جداً من إرهاب الطرقات إلى المجازر المرورية وأكثر من ذلك إلى الإبادة الأسرية لهذا ننصح ونطالب بتفعيل القوانين والصرمة في تطبيقها في الميدان ولا ننسى الجانب المهم جداً والتوعية إلغاء قانون صحب رخصة القيادة وتعوضه بغرامات مالية ضد من تثبت مخالفته لقانون المرور سواء عن طريق تجاوز السرعة المحددة أو عدم احترام إشارات المرور لم يرضع السائقين المتهورين والحصيلة اليومية للمصالح الأمنية خير دليل على ذلك العاجل سيكون مشروع قانون في البرلمان وبالتالي نرمي كل بثقلنا وخبرتنا لتصليح والاختراح لعدة مشاريع قوانين رادعة وخاصة تكون له الإنسان هو المحور راشي بهذه العملية نشرك ونتشاور مع كل الفاعلين في هذا المجال وهذا القطاع وسنقدم اقتراحات إن شاء الله تكون بالفائدة تبقى الأمال معلقة على مشروع قانون تغذيب حركة المرور عبر الطرق الذي سيناقش على طاولة البرلمان إضافة إلى تطبيق عقوبات صارمة لرضع السائقين وفربالة الحوادث وخفض عداد الموتى